اشتركوا في القناة اعلن القائمون على تطبيق واتس أب انهم يوفرون الخصوصية والامان الكامل للرسائل النصية بين مستخدميه حينها اكتسب التطبيق جمهورا اوسع فهو التطبيق الاكثر امنا لكن تقارير اخيرة تحدثت عن ان فيسبوك يمكنه فتح ثغرة في تلك المنظومة الامنية فيسبوك من جهته نفى تلك التقارير لكن يبقى ان الكشف عن اي ثغرة امنية تؤثر على الخصوصية تؤرق ملايين المستخدمين حول العالم نص هذه الكلمات كان رسالة موحدة تلقاها كل مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتس أب عبر العالم في ايبرل الماضي يومها فخرت فيسبوك مالكة التطبيق بان كل خصوصيات المستخدمين باتت محمية بعد التواصل الى طريقة لتشفيرها وفق بروتوكول يعرف تقنيا باسم سيجنل وتملكه شركة Open Whisper Systems ولا يمكن لأحد بعد ذلك بمن فيهم الشركة من اعتراض تلك الرسائل لم ينشغل المستخدم العادي بالكثير من التفاصيل التي رافقت عملية التشفير التلقائية لكل الاجهزة لكن الثناء الذي حصلت عليه فيسبوك لسيما من اصحاب الاختصاص على غرار العميل السابق في وكالة الامن القومي الامريكي ادوارد سنودن رفع كثيرا من اعداد مستخدمي واتس أب لسيما من قبل النشطاء والمعارضين والديبلوماسيين بعد تسعة أشهر أطل هذا الرجل واسمه توبيا سبولتر وهو باحث في مجال الأمن والتشفير في جامعة كاليفورنيا ليتحدث عن وجود ثغرة من نوع الباب الخلفي باك دور يمكن لفيسبوك استخدامها لاعتراض وقراءة الرسائل المشفرة إذا ما تم تغيير الهاتف أو الشريحة من قبل المستخدم والتي تتغير على إثرها مفاتيح الأمان فيسبوك ردت بأن الأمر ميزة تصميمية وليست ثغرة وقالت إن كل رسالة أو صورة أو فيديو أو ملف أو مكالمة هي مشفرة بشكل تلقائي وما سماه بولتر ثغرة هو ميزة تمنع فقدان المستخدمين لملايين الرسائل في حال تغيير الهاتف أو إعادة تثبيت التطبيق أو تغيير الشريحة مشيرة أيضا إلى أنها لا توفر للحكومات أي باب خلفي ضمن أنظمتها وترفض أي طلب حكومي لإنشاء باب خلفي معنا الحديث عن هذا الموضوع من القاهرة الصحفي المتخصص في شؤون تكنولوجيا المعلومات أيمن صلاح أهلا وسهلا بك مجددا أيمن على شاشة سكاي نيوز عربية سأبدأ بسؤال سريع كيفك أنت مع واتس أب؟ هل أنت من المشككين فيه أو الذين يثقون بتشفيره؟ والله يوسف أنا أحبك يعني بتسألني الأسئلة للمفروض ما حدش يسألها لي مساء الخير الأول عليك وعلى جمهورنا العتيز لا أنا ما أسقش في حد أنا ما أسقش في حد لنفسي في الحتة دي تماما طيب خلينا أسألك السؤال يعني هو عندما يقال واتس أب أنه أنا لدي طريقة تشفيرية لا يمكن لأحد أن يخرقها زادت الثقة به زادت الاستخدام هل هذا الكلام منذ البداية كان عمليا علميا عمليا علميا تشفير الرسائل موجود وفعال يمكن قبل حتى واتس أب كان موجود وهو ده كان سبب أنه رجال الأعمال كانوا أو الناس اللي في البزنس بتستعمل حاجة بي بي أم اللي هو بلاك باري ماسنجر لأنه كان مشفر تماما ويمكن الكارثة اللي أسرعت بإنهاء بلاك باري أوبريتنج سيستم تماما أنه شركة بلاك باري أو شركة ريسورش الموشن الكندية كان حصل مشاكل مع بعض الدول في العالم على أنه لازم يسلمون مفتاح التشفير أو أنه يعمل الاستضافة في بلد محلي فبالتالي الحكومات تقدر تنفذ للرسائل دي في الأول طبعا شركة بلاك باري قالت لأ ومما أدى أن الحكومات دي ردت بالتهديد بمنع تطبيق بلاك باري ماسنجر من يشتغل على شبكاتها المحمولة وبالتالي بشكل ضمني ده معناها أنه بلاك باري بتخرج من السوق ده طيب اضطرت بلاك باري أن هي تسلم مفاتيح الشفرة ومن بعدها بلاك باري يعني ربنا يرحمه يحسن إليه واتس أب يعني استطاع أن يحصل على ثقة أكبر من خلال ما قال أنه تشفير لا يمكن يعني اختراقه لكن ما شاهدناه في التقرير قبل قليل الحديث عن أنه فيه ثغرة الخلاف على الحديث أنها هي ثغرة أم كما يقول فيسبوك لا هي ميزة وليست ثغرة لو نوضح بشكل تبسيطي هذا الموضوع للمشاهدين طيب ممتاز جدا فعليا نظرا لحجم التعامل العالي جدا على واتس أب ميسنجر فالكمبيوترز أو السيرفرز الخوادم بتاعة شركة واتس أب ما بتحتفص بالرسائل إلا في رغبة المستهلك فحافترض مثلا أن يوسف كان معا تليفون وعنده رسائل بيبقى شايف أن هي تستاهل أن يعمل لها باكاپ يعمل لها نسخة إضافية عشان لما ينقل للشريحة أو يجيب تليفون جديد الرسائل دي محتوها بيهم يوسف شخصيا فبيسترجعها في الحالة دي أنت بتقدم رسائلك اللي موجودة على تليفونك المحمول لنسخة بتعمل نسخة إضافية أو نسخة باكاپ نسخة إضافية بتحطها على السيرفرز بتاعة واتس أب وواتس أب معروف أنها مملوكها لفيسبوك ففيسبوك بتقدر تبص على الأرشيف ده تقدر لأن هي الشركة الملكة وده موجود على فكرة لأنه بي لأنه مش كل الناس برضو زي يوسف ناس طيبة وبانتحلال بتحط الأرشيف في رسائل ممكن تكون بتحط فيروسات في شكل أفلام لأنه كمان بيقدر يسيف فلاش وشوية صيغ ممكن يبقى عليها فيروسات فطبيعا تفحصها أمنيا من ناحية كتأمين معدات الكمبيوتر فقدر يتدخل عليها هذه هي الصغرة ده العادي هي مش صغرة هي ميزة فعلا يعني النهاردة أنا بنقل من تليفون لتليفون وعايز أحتفظ برسائلي معايا بصور مثلا من أصدقاء بحاجات كتير بالفويس كليبس بأن أنا مثلا حد بيبعث لي رسائل صوتية فبحب أحتفظ بيها وخصوصا لو حد عزيز عليها أو في مناسبة شخصية أو 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 فبحتفظ بيها بنسخة هي بالنسبة للمستخدم قد تكون صغرة إذا ما أراد فيسبوك أن يطلع على هذا الباكأب بينما هي من وجهة فيسبوك هي ميزة لأنه من خلال هذه الاطلاع السري يستطيع حماية نفسه وسيرفراته من أي فيروسات ممكن أن تكون موجودة على هذا الباكأب هذه هي الخلاف بالضبط ويمكن في التقرير زي ما قال لأنه كان شركة سيجنال اللي بتعمل سيجنال المراسل التشفيري وده معروفة جدا ولأن عدد المستخدمينه كمان قليل قوي ولأنه ما بيحتفظ بأي نسخة إضافية أنت مجرد النسخة اللي بتراسل منها هي الرسلة اللي موجودة عندك ونسخة مشفرة بس عشان نوضح للجمهور العربي نقطة مهمة جدا أنه التشفير برا الولايات الأمريكا فيه مستويات من التشفير غير مسموح بتصدرها وده اللي بتستخدمها محليا يعني العالم التشفيري اللي موجود على فيسبوك التشفيري اللي موجود على الإنترنت من الممكن أن يخطأ هي بيبقى هنا النقطة أنه مين اللي يخترق وفيسبوك بتدي حق ده المين هي هذه النقطة طيب هنا نقطة أخيرة يعني طالما أنه أنا لم أغير الشريحة لم أعمل باكب احتفط بالرسائل النصية على نفس هذا الموبايل فأكون في أمان من هذه الميزة أو هذه الثغرة كما يسميها البعض من فيسبوك هل هذا صحيح؟ بشكل يعني مش هنقول أمان كامل يا يوسف عشان ما نخدعش الناس هو بنسبة أعلى من أن رسائلك موجودة عندهم كأنك بالضبط مثلاً أنت عندك دوكيمنت أو عندك وسيقة أو ملف بتاعك فمش عايز حد يطلع عليه فمخليه على الكمبيوتر الشخصي بتاعك لكن بتبقى معرضه أكتر للخطر لو حطيته على الإنترنت بهذا الشكل هذا الفرق في الحماية والخصوصية طيب بشكل عام يعني الناس عندما تريد أن تحافظ على خصوصيتها في رسائلها ما هو الطريق؟ يعني الآن أكثر انتشاراً هو الواتس أب لكن هل ستسمح هذا السجال لظهور طرق أخرى شركات أخرى تؤمن تقول للناس أنه أنا أأمن من واتس أب على معلوماتكم؟ طبعاً فيه شوية تطبيقات زي سيجنال اللي عشرنا إليه فيه شوية تطبيقات زي تلاجرم برضو عنده تشفير يمكن يفرق تلاجرم أن تلاجرم من أصول ألمانية فالتشفير مش مستقر في الولايات المتحدة الأمريكية والتشفير مستقر في ألمانيا بس وألمانيا إجمالاً في موضوع التأمين المعلومات عندها خبرات جيدة جداً ولغاية دلوقتي ما فيش فضايح لأن الحكومة الألمانية تدخلت للتشفير يعني فيسبوك كان عنده فضيحة في 2014 اللي هي فضيحة بريزم أنه كان بيتم استغلاله من قبل الانس اي في التجسس على بعض الناس باستخدام اللي احنا بسميها توافيق وتبديل استخدامتنا على الفيسبوك فقدر عرف انتماءاتك ايه أو ايه صحيح صحيح على كل يعني ربنا يستر ونخلينا حذرين أكثر في رسائلنا هذه الطريقة الأأمن ربما للحفاظ على الخصوصية بشكل أكبر شكراً جزيلاً لك ودائماً الصحفي المتخصص في شؤون تكنولوجيا المعلومات أيمن صلاح الحديث معك دائماً شيئاً اشتركوا في القناة